اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استعرض الاجتماع مرئيات الجهات الصحية المختصة في هذا الشأن وبناء عليه فقد تقرر فتح الجوامع والمساجد لصلاة الجمعة وصلتي العشاء والترويح فقط للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا بعد مرور 14 يوما على الجرعة الثانية والمتعافين من الفيروس وذلك من خلال ابراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق مجتمع واعي مع الاستمرار في فتح جميع الجوامع والمساجد للجميع للفروض اليومية وفق الاشتراطات والاجراءات الاحترازية المعلنة سابقا اعتبارا من اول ايام شهر رمضان الكريم وذلك تحت اشراف ادارتي الاوقاف السنية والجعفرية وفي ضوء ذلك اصدر الفريق الوطني الطبي لتصديل فيروس كورونا التوصيات التالية الاجراءات الاحترازية لاقامة الصلوات خلال شهر رمضان المبارك الاشتراطات العامة وتشمل تطبيق كافة الاجراءات والضوابط الاحترازية التي تم اقرارها واعتمادها سابقا لفتح المساجد والجوامع لصلوات الفروض اليومية التنسيق مع الفرق التطوعية لتنظيم عملية دخول وخروج المصلين توجيه كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للصلاة في البيوت عدم السماح بإقامة موائد إفطار للصائمين والاعتكاف في المساجد عدم السماح بإقامة الدروس والمحاضرات والكلمات الاستمرار في إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء عدم نصب خيام خارج المساجد سواء لصلاة أو لأي أغراض أخرى ثانيا الاشتراطات الخاصة بإقامة صلاة الجمعة وصلاتي العشاء والترويح عدم السماح بدخول المساجد والجوامع إلا لمن تلقى جرعتين التطعيم ضد فيروس كورونا وبعد مرور 14 يوما على الجرعة الثانية وكذلك المتعافي من فيروس كورونا يجب إبراز شهادة التطعيم أو التعافي من خلال تطبيق مجتمع واعي التي تفيد أنه تم تطعيمه أو أنه متعافي تحدد الجوامع والمساجد التي ستفتح لصلاة الجمعة من قبل إدارتي الأوقاف ويتم الإعلان عنها تخطر أو تخطر إدارة الأوقاف كل محافظة بأسماء الجوامع والمساجد التي تقع في نطاقها والتي ستفتح لصلاة الجمعة وذلك للتنسيق فيما بينهما بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظام يتم فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل الصلاة بـ 45 دقيقة على أن تغلق بعد أداء الصلاة بـ 20 دقيقة يتم تنسيق أداء صلاة الجمعة في أماكن سكن العمال التابعة للشركات وتهيئة الساحات الخارجية من قبل الشركات وإرسال الخطيب من قبل إدارة الأوقاف يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة 10 دقائق مع التخفيف في الصلاة منع ترجمة الخطب أو الاجتماع بعد صلاة الجمعة والإنصراف مباشرة بعد الصلاة يمنع حضور كل من النساء وكذلك الأطفال دون الخامسة عشرة سنة لصلاة الجمعة وصلتي العشاء والترويح يمنع الإعلان عن الأئمة والقراء لصلتي العشاء والترويح بأية وسيلة من الوسائل يجب أن لا تتجاوز مدة أداء صلتي العشاء والترويح 40 دقيقة مع مراعاة التخفيف في قراءة سور القرآنية تهيئة المساجد وساحات والمجالس التابعة للمساجد ومصليات النساء لأداء صلاة الترويح للرجال فقط يمنع النقل الجماعي للمصلين للمساجد والجوامع لصلاة الجمعة وصلتي العشاء أن تكون مدة الانتظار بين الأذان وصلتي العشاء خمسة دقائق فقط الشروع في صلاة الترويح مباشرة بعد صلاة العشاء وتخفيف في الصلاة ودعاء قنوة الوتر ترجمة نانسي قنقر